موسيقى شاهدنا في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وإليكم موجز الأخبار أكدت القمة العربية الصينية في ختام أعمالها مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض على تعزيز التعاون وشراكة بين العرب والصين إلى أفق أرحم وأكدت القمة على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي والعمل المتعدد للأطراف واندت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والدنية إلى جانب التأكيد على احترام سيادة الدول والامتناعي على استخدام القوة والتهديد باستخدامها مع مبدأ حسن الجوار وأمن البيان الختامي على تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط مناديا بإيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين كما أكدت القمة دعمها لجهود إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية بما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف وشددت على دعم جهود رامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ونادت بتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإدانته بجميع أشكاله وصوره ودوافعه وكان وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد بلغيت الأمين العام للجامعة العربية في ختام القمتين العربية الصينية والعربية الخليجية إن القمم التي عقدت في الرياض شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين قال رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان لدى مخاطبته مساء أمس أعمال القمة العربية الصينية التي استضافتها الرياض إن العلاقات السودانية الصينية رسخت منذ بدايتها مبادئ احترام سيادة الدول مشيرا إلى الدعم الكبير الذي ضلت الحكومة الصينية تقدمه من أجل استقرار في السودان مما أسهم في تعزيز روح التعايش السلمي وتحقيق السلام وأضاف سيادته إن الصين أسهمت في تحقيق التفرط التنموية بالسودان إذ تمثل الصين أكبر شرك للسودان في مجال النفط وتمثل تجربة ملتقى التعاون الزراعي السوداني الصيني أنموذجا ندعو إلى تطويره ليسهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي وشدد البرهان على دعم السودان للستراتيجية الحزام والطريق التي تراحتها القيادة الصينية والتي تمثل أنموذجا عمليا يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم وتثمينه للمبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنشاء صندوق استثماري يشمل عددا من الدول العربية ومن بينها السودان التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان مثل أمس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وذلك على همش أعمال القمة العربية الصينية بالرياض بحضور وزيري الخارجية والمالية وعدد من الوزراء السعوديين وتنول اللقاء العلاقة الثنائية بين البلدين وسبول دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لدعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة معربا عن أمله بأن تحقق القمة أهدافها بما يلبي طموحات شعوب البلدان العربية لافتا إلى أن تنظيم الرائع والدقيق للقمة يعكس قدرة المملكة واستعدادها لكافة التحديات وأطلع رئيس مجلس السيادة ولي العهد السعودي على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد وتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الذي وصفه بأنه خطوة تتطلب المزيد من الدعم من المملكة في المرحلة القادمة وأكد البرهان استعداد السنان لتهيئة المناخ الاستثماري وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين ومن جانبه أعلن ولي العهد السعودي عن تنفيذ مشروع الشراكة السعودية السودانية ووجه وزراء حكومته بالتعاون والتنسيق مع نظرائهم السودانيين في كافة المجالات كما بشر سيادته بتدفق الاستثمارات السعودية على السودان في إطار مشروع الشراكة بين البلدين مؤكدا أن السودان بما يملكه من إمكانات وموارد طبيعية مؤهل لتحقيق نهضة كبيرة إذا تحقق الاستقرار وكذا ولي العهد دعم بلاده لسودان في كافة المجالات بما يحقق السلامة والاستقرار ورفاهية لشعبه الشقيق معربا عن شكره لمشاركة السودان التي ساهمت في إنجاح القمة العربية الصينية عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوزراء من الجانبين وذلك على هامش أعمال القمة العربية الصينية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياضة وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات واتفقا على تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات الاقتصادية المشتركة وعلى رأسها الربط الكهربائي والغاز والسكة حديث وأطلع رئيس مجلس السيادة الرئيس المصري على التطورات السياسية بالبلاد وعلى رأسها الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقعه الاثنين الماضي وأمن البرهان على ضرورة التنسيق المواقف الداعمة والمتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وأكد الرئيس المصري دعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقعه مؤخرا بشأن الفترة الانتقالية في السودان باعتباره خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية وذلك عبر توفق سوداني خالص يضمن استقرار وريخاء السودان وأعرب السيسي عن دعم بلاده الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني وروابط التاريخية التي تجمع شعبي وذنيل قالت الصحفية والكاتبة الصينية فيحاء وانشين إن السودان دولة محورية مهمة بالعلاقات العربية الصينية ويعتبر بوابة الصين للبلاد العربية وأعربت في تصريحات صحفية عن تطلع الصين لمزيد من التعاون مع السودان في مختلف المجالات وأضافت إن توقيع السودان على مذكرة الانضمام لمبادرة الحزام والطريق في العام 2017 يؤكد أهمية دور السودان في تعزيز العلاقات بين الصين والبلدان العربية حيث يلعب السودان دورا أساسيا ومحوريا لاستفادة الدول العربية في المبادرة لوجود الموانئ ولوجود العديد من المشروعات السودانية المدروسة والتي تمثل دفعة لهذا التعاون وأشارت إلى أن الشركات الصينية تدرس فرص الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والخدمات المختلفة أعلن والشمالي المكلف الباقر أحمد على دعم حكومة الولاية ووقفتها مع برامج ومشروعات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لتوطين العلاج بالولاية وذلك لتخفيف المعاناة عن كهل المواطنين وقال لدى افتتاحه المخزن المركزي للمعدات الطبية بدونغولا بحضور وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية والطرق والجسور الاتحادي ومدير عام وزارة الصحة وعدد من القيادات قال إن المعدات والأجهزة الطبية التي ستوزع لمستشفيات الولاية ستكون إضافة حقيقية لمسيرة العمل الطبي والعلاجي نؤكد سعيهم الجاد لدعم جهود وزارة الصحة لتوطين العلاج موسيقى جازت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالليل الأبيض مقترحة موازنة العام المالي الفين وثلاثة وعشرين وبتكلفة تقدر بثلاثة عشر فاصل خمسة مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام عشرين اثنين وعشرين بلغت مائتين ثلاثة وتسعين بالمئة وفي تصريح الشروق قالت مدير الميزانية نائب المدير العام لوزارة المالية فاطمة الحاج إن هذه الموازنة تأتي وفق الموجهات العامة لوزارة المالية الاتحادية مستصحبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية بالبلاد مشيرة إلى أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذه الموازنة خلق موارد مستدامة تسهم في زيادة نسبة الإيرادات وتربي متطلبات مواطن الولاية في مجال التنمية والخدمات والاهتمام بمعاش الناس إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا المتسكن في أمان الله اشتركوا في القناة